هو قال لي خمسة يا عم هو قال لي أربعة طيب، إنت هتكسر إيه؟ أما أخذ واحدة زيدة مش أحسن ما يطلبها مني وما تكونش معاي؟ أم الله، أنا عندك حقا، صح؟ ماشي خمسة ما أنا هتجيني الخمسة؟ ما خلص يا عم قلنا خمسة ماشي اشتركوا في القناة 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 في الوقت الشركات اللي أنا بعملها برا وخلاص ما بقاش فيه سوق هنا ينفعني وتعبت تعبت من كتر الصدم مع قاية وزينب خصوصا يعني إن اللي بيحكم العلاقة بيننا مسائل شخصية يعني؟ يعني أنت لو تحب تديل الشركة دي من النهاردة أنا ما عنديش مانع وبعدين يا راجل انت انت جفقة أنا بصغ فيك ووصلت إنك ممكن تقوم الشركة دي على حلقة وبعدين إحنا بقينا قرايب دي إحنا بقينا قال ده انت جوز بنتنا يا راجل ها؟ قلت إيه؟ الحقيقة أنا مساعد ما شفتك وأنا عايزة أتكلم معاك أنا حاسة أن أنا مزنبة في حقك أنا كنت خايف عيني تيجي في عينيك يلا زينب اللي فات مات لا اللي فات ما ماتش ولا عمره يموت أبدا انت ليك حق ولازم تاخده هارفي عبدالله انت من ساعة ما شفتك وأنا عمال أفكر لازم أوصل لنتيجة عش أنت تاخد حقك وكل ماوصل لحاجة أقول لا 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 ده لا يمكن يرضي عبدالله تضيع حياته في السجن بصراحة أنا زعلانة من نفسي قوي صدقني ساميرا قال لي أنت عملت كده وأنا عمت على عمره والله وأنا عمرك زيبت عليك يا عبدالله لا طبعا أنا برضو كنت مفكر بقول مش ممكن زينب تبيعني البيعة أنا بيعك أنا بيع الدنيا كلها ولا بيعكش يا عبدالله ده اللي بيننا كتير قوي والله كان غصبا عني مهمة زينب تي عاوزة مني إيه بالضبط أنا ضميري مش مستريح ونفسي أرد لك حقك إزاي؟ العز اللي هو فيه واللي أنت فيه واللي أنا فيه منكرش كل ده لازم يكون ملكك إنت يا عبدالله مش ملكة حد تاني والفلوس اللي تسجنت وضيعت عمرك بسببها ولولاك إنت شيلت القضية كان زمانه بقى هو اللي مسجون زينب أنت عملت لف ودوري من الصبح قولي يا عزي إيه بالضبط مني أنا عايزك تعيش اللي بقي من حياتك إنت مستريح إزاي؟ إزاي قولي لو أنا عمل ده؟ أنا هقولك بس صدقني صدقني يا عبدالله أنا بقولك ده لمصلحتك عشان إنت ليك حق ولازم أردي لك حق هروح من ربنا فين؟ لو فضلت سكتة كل ده صح يا زينب من واضح أن أنا ظلمتك قوي زينب سامحين أنا ظلمتك كتير كل فترة اللي فاتت دي وأنا ظلمتك فعلاً أنت مظلومة كتر قال في خيرك من الآخر كده أنت عايز تقولي أني متحت هيتجوز مروة؟ لا هو مش جواز قوي يعني هو في حاجة أسمها جواز ومش جواز؟ هي جواز يا صيعة؟ هي في الحقيقة صيعة بس بشكل شيك شوية كده عشان صعبتك متزعلش وتدايق هو أنت عارف لأنت بتقوله ده اسمه إيه؟ اسمه فلوس وراسيت في البنك إيه يا ماما تفتكر أن صاحبتك دي سهلة؟ دي بترسم وبترسم على كبير قوي كمان أهم حاجة بقى في اللي هي بترسمه ده إن إحنا نبقى وراها لكن إنا إحنا اللي رتبناله وهي بترسم على إيه بقى؟ صاحبتك عارفة ومتأكدة أن متحت بي ما بيطيقش عاجة اسمها وجيه وعارفة إن وجود وجيه في الطريق هيخلي متحت يتجنن ويتجوزها رسمي عشان موجيه ما يفتكرش إن هو انتصر عليه وخطف منه المزة يعني؟ يعني هي كده كده نوياها نوياها أهم حاجة إن إحنا نبقى غراها نفاهم متحت بيه إن إحنا ليلنا دماغ البنية وزهلنا له الليلة دي ونطلع بمصلحتنا هي بقى عرفة تزبط تزبط ما عرفتش ملناش صالح هو أنت فاكري إن أنا ممكن أبقى لك صاحبتي؟ صاحبتك ممكن تبيعك يا حبيبة قلبي ذات نفسها صدقين أنا لا أنا شو صدقين حضرتك كلمتين ماذا؟ أيها طبعا مبسطة جدا طمام طب ما عليش أنا أستأذنك ممكن شو أكلمك؟ أوكي باي باي صباح الفوري مده اللي جبك هنا؟ دي مقابلة أقولك صباح الفوري طيقي اللي جبك هنا؟ أحمد أنا هنا مكان شغلي ولو سمحت أنا مش عايزة مشاكل مشاكل إيه يا بنتي؟ ولجي هنا عشان أملك مشاكل أنا أنا بس جاء عشان أفهم تفهم إيه؟ أصلي وجهي اللي انت شغالة مع ده جامد قوي علاقاته في البلد واصل لأبعد حد بصراحة يعني استغربت أني انت ممكن علاقاتك توصل للمستوى ده فوقلك يعني أما بأبنى أميتك وحبيبك محتاج يعني إنه استفيد بالعلاقات دي أجليك مش هترفضي؟ ولا إيه يا مار؟ وأنا بقى المفروض إيه؟ أصدق الكلمتين دول؟ وحبيبك عندي يا ماروزة ما أقول لك كده أنا هكتب عليك في إيه يعني؟ ده هو الـ ده إيه ده كمان؟ قال لي جابها هنا هي مش ده إيه تبقى أختك بردو؟ آه